أهلا بكم خرجت حكومة عادل عبد المهدي من عباءة المحاصصة الطائفية ذاتها بعد أكثر من خمسة شهور على انتهاء الانتخابات البرلمانية إذ صوت البرلمان على أربعة عشر وزيرا وأرجأ التصويت على أربع وزارات سيادية كالدفاع والداخلية والتربية وغيرها بسبب صراعات القوائم البرلمانية الكبيرة يؤكد المتابعون والمتخصصون بالشأن العراقي أن عبد المهدي وحكومته لن يكون قادرين بأي حال من الأحوال على الإفلات من ربقة الأحزاب والميليشيات الطائفية وفرق الموت الخاصة ذات الصلة المباشرة بقاسم سليماني وأن حكومته أي عبد المهدي لن تستمر إلا أشهرا قليلة بسبب التحديات الكبيرة في العراق والمنطقة عموما واستمرار نهج المحاصصة والتدخل الأمريكي والإيراني المباشر في المشهد السياسي في العراق الجديد الوضع في العراق في المرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية بما تختلف حكومة عادل عبد المهدي الناقصة عن سابقاتها من حكومات حقبة الغزو الأمريكي؟ ألم تكن هذه الحكومة حكومة تحاصصية بامتياز ومعظم وزرائها من المجربين في الحكومات السابقة؟ وهل فعلا ستكون هذه الحكومة حكومة إصلاح اقتصادي وإعادة إعمار وتحسين للخدمات العامة كما يروج حاليا؟ وما هو المتصور من وضع في العراق خلال الأربع سنوات القادمة في ضوء هذا الفشل وفي ضوء الحراك الشعبي المناهض للعملية السياسية وقواها الحزبية والميليشيوية؟ ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني باهر الشيخ مخاض عسير طال ستة أشهر بدأ بانتخابات مزورة غابت عنها أصوات ثمانين بالمئة من الشعب العراقي وتخلل تلك الفترة تظاهرات غاضبة اشتاحت العراق وترد خدمي وفساد انفجر بشكل واضح على كافة الصعد وحراك سياسي للكتل وتحالفات تنشأ أخرى تهدم وسط تجاذبات دولية قطباها واشنطن وطهران بعدها ولدت الحكومة المنتظرة ناقصة من حيث اختيار 14 وزيرا وارجاء ثمانية آخرين ومقلوبة من حيث البدء بالوزارات الأقل أهمية وارجاء السيادية منها كوزارتي الداخلية والدفاع وذلك بسبب خلافات لم تحسن بعد وربما لن وان اكتمل تشكيل الحكومة لاحقا في السادس من تشرين الثاني المقبل كل وعود عادل عبد المهدي ذي الستة والسبعين عاما بحكومة تكنقراط ذات وجوه جديدة بعيدة عن المخاصصة ذهبت أدراج الرياح ليلة الرابع والعشرين من شهر التشرين الأول عاد المجرب إلى وزارات الخارجية والنفط والصحة والنقل والكهرباء والزراعة والصناعة فكلهم رجال شغلوا مناصب حكومية عدة في حكومات ما بعد الغزو الأمريكي وتلاشت وعود الاعتماد على الكفاءات حين أسندت بعض الوزارات إلى غير الاختصاصات الأكاديمية والعلمية المناسبة كما في وزارات العمل والرياضة والثقافة طريقة تشكيل الحكومة الجديدة ليست حدثا طارئا في العراق فمراجعة أرشيف الخمسة عشر عاما يعيد إلى الأذهان حكومات تشكلت ناقصة وظلت كذلك أو ولدت مكتملة ونقصت بالاستقالات أو الإقالات فأسندت إدارتها إلى رئيس الحكومة كما في زمن نور المالكي وبعضها كان يدار بالوكالة كما في زمن حيدر العبادي وفي حال استمرت الصراعات على الوزارات المتبقية فليس من المستبعد أن تمضي الحكومة الجديدة بشكلها الحالي ويقود عبد المهدي المسيرة الجديدة كأسلافه مع مفارقة بسيطة لا من حيث السلوك السياسي وإنما من حيث الواقع الراهن لشعب أجمع على رفض مضمون العملية السياسية برمتها وإن اختلفت ألوانها أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في الوضع في العراق بعد التصويت على حكومة عادل عبد المهدي الناقصة التي صوت على 14 وزير وبقى 8 وزارات ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين وستكون معنا من كاليفونيا الكاتب والباحث السياسية السيدة باهرة الشيخ لي عبر الهاتف مرحبا بالضيوف الكرام جميعا لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور حكومة عادل عبد المهدي نسخة طبق الأصل ظهرت أو جاءت نسخة طبق الأصل من الحكومات السابقة ربما بالعناوين والتفاصيل حذو القدة بالقدة تماما أليس بإمكان هذا الإطار السياسي والعاملية السياسية تقديم شيء مختلف على الأقل شكلا على الأقل خداعا للرأي العام للناس الساخطين هناك سخط كبير جدا في العراق لماذا استنساخ هذا الاستنساخ بكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة بسم الله الرحمن الرحيم ربما علينا أستاذ ماجد أن نتساءل أولا وكل العراقين عليهم أن يتساءلوا أين الخلل؟ هل الخلل؟ يعني هل المشكلة أنه في العراق لدينا حكومات مقصرة متهمة بالتقصير طوال 2003 إذا ما غيرناها سيستعدل الوضع ستكون الدنيا وردية أم القضية غير هذا الحقيقة أن القضية ليست يعني هذه الحكومات فقط القضية الأساسية في الإطار الذي تتشكل فيه هذه الحكومات الكلام الذي جرى من الانتخابات هذه الأخيرة ما يسمى بالانتخابات إلى اليوم أنه القضية نحن رح نجيب تقنقراط رح نجيب مستقلين رح نجيب ونغير الوضع هذه كذبة هذه محاولة لشراء الوقت وتمرير الوقت لتمر أربع سنوات أخرى المواطن فيها ينتظر يعطوه عبر مخدرة هذا الترياق لكي ينتظر أربع سنوات أخرى لتصل الكارثة إلى المستوى وهذا ما يريدونه كما أعتقد لتصل الكارثة إلى مستوى يكون اليأس قد أطبق على الجميع بحيث حتى المواطن الذي كان يتظاهر يصل إلى حالة عندما تقول له تعال أن التظاهر يقول لك يأست من الحالة لأنه لا إمكانية الإصلاح هذا حتى لو جئت بمن جئت الكارثة حجمها سيكون كبير فبالتالي سيسلمون عمرهم يعني لهؤلاء وخلاص انتهى الموضوع ما الضرر المترتب على شركاء العملية السياسية لو أجروا بعض التغييرات الشكلية ليقنع الناس هل ثمت الضرر سيكون عليهم نعم ألا يسمح لهم من مصممي هذا المشروع بالضبط هذا السؤال هو المهم الحقيقة هذه العملية السياسية التي تشكل منها هذه الحكومات وبغض النظر عن هذه الحكومة ستكون مستقلين تقنقراط بس هي في هذا الإطار ستعمل في هذا الإطار هذا الإطار تتقاسمه أحزاب من عام 2003 لحد الآن تتقاسم المساحات اللي داخل هذا الإطار ومن هذه المساحات أوجدت منافع لها وبدأت تمول نفسها تمول نفسها وميليشياتها ومشاريعها وأفرادها تمولهم من هذه المنافع إذن صارت لديهم يعني هذا وضع مفيد لهذه القوى مناسب لها وهو يعني مبرمج وليس نتيجة عرضية لتحديات صارفة هذا المشروع أبداً ليس عرضياً أبداً هي مبرمجة بهذا الشكل وبالتالي هذه القوى أيضاً هذا عامل داخلي هناك عامل خارجي أيضاً هذه القوى كلها مرتبطة بعوامل خارجية هذه العامل خارجية تريد منها أن تنفذ برنامج معين منهج معين أجندة معينة عليها أن تنفذ هذه الأجندة منافعها ومن يفكرها الخروج ماذا؟ والذي يفكر بالتمرد على هذا البرنامج بالتأكيد لن يكون له نصيب في هذه العملية السياسة لن يكون له كرسين في الحكم ولن يكون وسيتهم بالإرهاب ويتهم بأي شيء وستصحب منه وسيكون كبشة فداء هذه حقيقة ويخرج وهذه العملية يعني من عام 2003 لعد الآن شاهدنا الكثير من هذه القصصة الحقيقة وهو لم يتمرد ربما ربما جزء من الأرباح يعني المخصصة إليه كبرها على حساب الآخرين وبالتالي حصل ما حصل فبالتالي نحن أمام عاملين عامل داخلي كل هذه الأحزاب لديها مساحات ولديها قوة تمولها وتمول نفسها من هذه المكاسب من هذه الفوضى من هذا الخراب من هذا الفساد اللي أطلقته وبالتالي لا يمكن أن تتنازل عن هذا إذا ما تنازلت عنه فانتهت هذه الأحزاب لأنه إذا تتنازلها عن هذه القضية عن قضية المحاصصة علينا أن نغير هذا الإطار إذن الإطار غير شكل منافعهم كلها انتهت وقدرتهم على خدمة العامل الخارجي الإيراني الأمريكي سميه ما شئت قدرتهم على خدمته صفر فغير قادرين أن يقدمون خدمات لهذا العامل الخارجي لكي تبقى مظلته تحميهم دعم بالتالي هم يستقتلون للبقاء في ضمن هذه المحاصصات هذه نقطة مهمة قضية الاستقتال أو البقاء في المحاصصة نسأل دكتور عبد الحميد العاني دكتور هذا الحرص الكبير من شركاء العملية السياسية إلى حد الاستقتال والاستذباح في التشبث بمنهج المحاصصة وهذا المنهج المستمر منذ 15 سنة على الرغم من أنه راكم كل هذا الفشل الكبير والإخفاق والانحطاط العام في العراق يعني كارثي بمعنى الكلمة وبشهادة أن هذا الفشل الكبير هو نتيجة طبيعية يعني حتى شركاء العملية السياسية لقضية المحاصصة الطائفية اللي هي ركائز أساسية أو ركيزة أساسية في العملية السياسية هذا الإصرار على هذا النهج على الرغم من أنه ربما سيكون كرة النار التي ستحرق الجميع وكأنه انتحار سياسي لماذا هذه القوى السياسية تنتحر سياسيا بإصرارها على هذا النهج مع كرة من النار الشعبية تكبر تكبر أكثر وأكثر وما جرى في البصرة ربما يعني بروفة صغيرة بسم الله الرحمن الرحيم بداية نحن ذكرنا أكثر من مرة أن هناك مشروع وهناك أدوات لهذا المشروع وهذه الأدوات لا يمكنها أن تخرج عن المرسوم لها في هذا المشروع إلا في نطاق ضيق وحدود جدا قليلة بما يتناسب يعني تتوافق مصالح هذه الأدوات مع المصالح الأخرى التي هي لصاحب هذا المشروع بالتأكيد هو الأمريكي والإيراني لذا نرى أنه هذا هذا الاستقتال أو هذه المحاصصة كما ذكر قبل قليل دكتور هي التي ضمنت لهذه الاستقتال هذه الأحزاب وهذه الشخصيات استمرارها طيلة المدة الماضية وعليه لم تستطع أنها توجد أي بديل آخر يحقق لها ربما بديل عن الوجود الآن الحالي فاستمرت بهذا الواقع واقع الإفساد واقع الفشل المستمر إطيلة المدة الماضية لأنها هذه هي الحاضن الطبيعية لها وإذا ما خرجت عن هذا الواقع أو هذا الأداء المرسوم لها فإنها سيكتب لها الطرد من هذا المشروع لأنها مجرد أدوات تنفذ وليس لها حرية الحرية ولا إرادة لتنفيذ أي شيء ربما يحقق للبلد أو للناس ما يصبنا إليه هنا دائما يجب أنه نعي أنه أو نفرق بين هذا المنهج المرسوم لهم وبين الأداء لأنه البعض ربما ينسب هذا الفشل الحاصل اليوم من المآسي التي وصل إليها العراق اليوم ربما ينسبه إلى أداء بعض الأشخاص وربما يحمل هؤلاء الأشخاص نوعا من المسؤولية الحقيقة أن هذا الفشل أو هذه النتيجة الكارثية في كل الأصعد التي وصلنا إليها هي لي تتعلق بأشخاص وعليه فإن تبديل هؤلاء الأشخاص ليس هو الحل لأنه ليسهم المشكلة يجب مثل ما ذكر حتى على مستوى الأشخاص دكتور والوجوه ليس هناك التغيير يعني ذي المعنى أبدا ولذلك هذه يعني لو نظرنا إلى هذه العملية السياسية هناك نتكلم عن ثابت ومتغير الثابت في هذه العملية السياسية هي أنها تقوم على نفس المشروع المبادئ والأسس والمحاصصة بل والمشاركين في هذه العملية طيلة السنوات أو طيلة العقد والنصف الماضي ذات القانون وذات المسرحية تجري وذات المحاصصات وذات التدخل الخارجي حينما تجري المفاوضات لتقاسم هذه الكعكة المتغير الوحيد هنا في هذه العملية السياسية أنه آثار على الشعب العراقي هي تزداد سوءا والأثر الكبير ما رأيناه قبيل الانتخابات من المقاطعة الكبيرة من الشعب العراقي لهذه الانتخابات وأيضا حجم التزوير في كل الانتخابات الماضية كان هناك تزويرا لكن ازداد التزوير في هذه بسبب حجم المقاطعة هنا إذن هذا هو المتغير الوحيد أما هي كقالب كمشروع لم نجد فيه أي تغير حقيقي حتى ولو ربما أرادوا الترقيعة ببعض الوجوه التي ادعوا أنها شابة أو وعدوا الشعب العراقي بأنها تكنقراط وعيرها لم ينجحوا بذلك إلا لا يستطيعون ولا يمكنهم الخروج عن هذا الاطار المرسوم ربما المتغير المسجل الآن هو عملية معدلات الفساد معدلات الخراب أرقام الخراب التي تتغير من 2003 إلى اليوم المتغير هو الانحدار نعم الانحدار نحو الأسوأ في هذه والتقارير الدولية الموثقة حتى صندوق النقد الدولية تحدث عن أنه الديون القادمة للعراق تزداد رغم تقديراته أنه الصادرات العراقية ستزداد نعم وربما تقدير أيضا سعر البرميد سيزداد إلا أن تقديراته أن الزيون الخارجية والداخلية ستزداد عن ما هو موجود حاليا فهذه المكارثة سيدة باهرة هل تعتقدين أن قوى العملية السياسية بإصرارهم وعنادهم على الإبقاء على ذات المسار ذات النهج الذي تسبب بكل هذه الكارثة العامة في العراق إنما يطبقون قاعدة الهروب إلى الأمام أو الصعود إلى الهاوية وربما حتى هذه الهاوية إذا ما مضوا إليها بدون اعتراض بدون تصدي ربما ستبتلع البلد وأهلها يعني وليس فقط تبتلعهم مرحبا أستاذ ماجد مرحبا بك ومشاهدي قناة رافدين وبضيوفك الكرام أهلا وسهلا الدكتور رافع والأستاذ عبد الحميد أهلا وسهلا أستاذ حكومة نعم حكومة عبد المهدي أو غير حكومة السابقة الحكومة السادسة بنيت على المحاصصة والي بالنسبة هذه المحاصصة ما راح يخرجون من عدها دكتور عبد المهدي اللي وعاد يعني الناس والعالم أنه راح يجيب حكومة نقرأ إلى آخره وسوى خدع حتى الناس وسوارى صفحة الأليفترونية وعلى أساس 35 ألف اسم وردة معقولة من 35 ألف إلى اسم هكو خمس وزراء يكونون يستلمون وزارة العدل يأتي بنا بوحدة ما صارها من قبل كم سنة لأنها شقيقة فلان من الميليشيات يعني يعني يأتينا بوزير اخر مثل وزير الزراعة هو قيادة في ميليشيا جنب المهدي أو وزير العمل باسم الربيعي أحد أعضاء ميليشي العصائب الموجودة أو يجيبنا فالح الفياض اللي مده بالنسبة إلى كل أزم النزاهة سرقة وكل واتباطة مع إيران وغيرها إذا نبقى إحنا على هذا الوضع وننطدر حكومة جديدة مثل عبد المهدي وغيرها وغيرها ما راح نحصل أي نتيجة وحيط الشعب أمام ظروف الشيئة كان إن الحل الوحيد الحل الوحيد في الانتخابات الأخيرة اللي صارت بما أن أقل من 20% اللي استطلعت 20% أن الانتخابات يعني مشاكبها بالانتخابات المطلوب كان الأمم المتحدة لو كان إلها حبط على الإراق والإراقيين كان تم إلغاء هذه الانتخابات وتشكيل حكومة إنقاذ هذا الحل الوحيد للإراقية مثل ما قال الدكتور الله يحب وراثة صارنا خلص 15 سنة إحنا في هذه المهزلة هذول مسكوا كنز ما نصدقين ناس جوه من وراء الحدود قارج الحدود جايين كلهم يعيشون على الإعانات كان وذي كان بسوريا وغيره وغيره يمسك حكم هذا ما نصدق يا أكيب ما رح يترك الحكم رح يبقى الشعب المسكين ينتظر مثل ما انتظر حكومة عبد المهدي اللي إدت في حكومة هشة وزاءت أصلا صدمة للعراقين انتظروا صندقها والوعود اللي أطلقها كل شي ما قدر يستطيع ما يرح يقدر يخرج عن طريق بولا الكتل ولا عن طريق الأحزار ما يستطيع يعني مقدد يستطيع قال له اصحب اسم قصي نعم من حكومة التعليم العالي رأيته تؤمد دعك قال له بريس لفنان اسم قال له تؤمد كلها هاي كلي ببكرم بعدين اكو نقطة هو نقطة دكتور عبد المهدي عبد العبد المهدي نفسه هو مو مجرب شابقا والمنجاع يتقول المجرب لا يجرب كان وزير نسوس وقدم استقالة وانهزم وطلع كان نائب رئيس وزراء قدم استقالة وطلع هشها ما عنده شيش يعني سميه مع الأسف استخدمي كلمة إعادة نفايا فهم نفسه إعادة إنتاج حكومة محاصصة ولا أحد الخارج من جه إيراني الجر من جه الأطراف الأخرى الجر هذا ما نتوقع نعم على ذكر على ذكر تدوير تدوير كما ذكرت السيدة باهرة تدوير النفايات السياسية دكتور رافع إذا كانت نفس النتائج راح تتكرر لأن المقدمات نفسه كما هو طبعا واضح فهل يعني أننا سائرون أيضا إلى نفس النتائج والمآلات والمصير وربما ربما خلال 15 سنة كانت السنة اللاحقة نتائجها أو ثمارها أسوأ من التي سبقتها فهل سائرون إلى نفس النتائج إلى وضع أكثر سوءا من الذي جرى خلال 15 سنة وفقا أو استنادا على تجارب الخمس حكومات التي مضت بالتأكيد أستاذ ماجد بس دعني قبل أن أجيبك على هذا أريد أن نعلق على قضية مهمة نعم عندما تحدثت المرجعية أن المجرب لا يجرب نعم كانت تريد أن تقول للشعب مثل ما تقول كل أحزاب العملية السياسية الآن أن العلة بالأشخاص أن هناك أشخاص حكومات بها خطأ بها تلك بها مشكلة بالأشخاص وليس بالإطار ليس بالعملية السياسية فجربوا غير المجرب لأن الإطار يجب أن يبقى مثل ما قال أخي الدكتور عبد الحميد قال الإطار ثابت أكو شيء متغير وشيء ثابت الحقيقة موثين وثابتين لأن هذا التغير الذي يحدث بالأشخاص أن البعض منهم ينتقلون إلى الخلف والبعض يتقدمون إلى الأمام تبادل أدوار ومع ذلك حتى لو بدلوا الوجوه القضية يريدون أن يقنعوا الشعب أن المشكلة ترى نعم كلام المرجعية أو نصيحتها على أن عملية جربوا أشخاص آخرين المجرب لا يجرب هي لا تدرك العلة أو تدرك أو تعتقد أن العلة في الأشخاص وليس في المرجعية السياسية عدم إدراك عدم فهم أم أنه لا تريد أن تقترب تقترب من هذه المرجعية المرجعية السياسية أقصد أو لطار السياسيين الوضع العراقي هو وضع خطر وضع معقد هو وضع بخسائر كبيرة مصطع السنة العراق يقدم لماء عدا أن يقدم أموال ويقدم بنى تحتية ويقدم أوية بلد ويقدم خسائر كبيرة كارفة كبيرة وقع إذا كانت المرجعية لا تعرف أين العلة فعليها أن تنكف وتقف جانباً ولا تدخل في هذا الموضوع الموضوع السياسي وتبقى في شأنها الديني شأنها هذه قضيتها هذا واضح أما إذا كانت تعرف فتعرف وتقول هذا الكلام فهناك خلال في الكلام إذن هناك الآن مساندة لكل العملية السياسية في أن تبقى بهذا الشكل وغيروا الأشخاص واحد من هذين الحلين إما أن تكون لا تعرف وكان عليها ما تدخل في هذا الشأن السياسي لأنه هذه القضية لأهلها وإذا كانت تعرف المشكلة أكبر هذه هي الحقيقة بالتالي أنا أعود إلى إلى هل سيكون سيكون الوضع أسوأ أم يعني على اعتبار نفس المقدمات الآن فنحن نداهبون لنفس النتائج الحقيقة كل التخطيط من عام 2003 لحد الآن كان الخراب بناء تراكمي يتصاعد مثلما البناء بناء تراكمي البناء يعني تراكمي لبناء شيء بمستوى عالي استحق الشعب الخراب أيضا كان بناء إلى الأسفل بالسالب بالسالب نعم فكلما مرت السنوات كلما مر الوقت كلما ازدادت الكارثة كبرى كلما ازدادت هذه الكرة الثلجة اللي نزلت علينا في 2003 تكبر وتسحق الناس كرة نار كانت ما كرة كرة نار نعم كانت تكون هذا شكلها تأكل الناس وتأكل يعني تسحق الناس وتسحق جلودهم وعظامهم وأموالهم وأعراضهم وبلدهم وهويتهم وهذا ما فعلتهم من عام 2003 لحد الآن هم يريدون بالتخطيط الذي صنع هذه العملية السياسية وجاء بهذه بهؤلاء الشخص وبهذه الأحزاب يريد أن يوصل المواطن إلى مرحلة مرحلة اليأس يأس من كل شيء يسلم التدجين الكامل هم اعتقدوا أنه دجنوا الشعب لكن الشعب طلع منهم دجن طلع بتظاهرات وطلع بالجنوب وهذه حاضنتهم الأساسية وطلع ضدهم إذن يحتاجون الآن إلى أن يوصلوا إلى ما هو مخطط إلى اليأس يعني تنتابع حالة من اليأس لا يمكن إصلاح يعني وصلنا إلى عمق لا يمكن الخروج منه في بير أظلم لا يمكن الخروج منه ولا يمكن لأي قدرة أخرى عدى قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى أن تخرجه فإذن نترك الأمور كما هي حالة اليأس حالة اليأس أو القنوط ربما متحققة في زاوية من زوايا الصورة الآن أم القضية بيها يعني لا يمكن إنكار هذا ليس يأسا كاملا ولا أيضا نعم هذا اليأس مو كامل لأنه عندما تتحرك مجامع من الشعب العراقي هذا اليأس الآن ينفض الغبار عن نفسه وبالتالي يتحول إلى غير الأشخاص اللي كان عندهم قليل من اليأس ينفضوا ويتجون إلى لكن هم يريدون يوصلون الشعب العراقي كله إلى حالة من اليأس أنه عندما تتحدث إلى أي فئة من الفئات تقول لهم لنفعل كذا ونستطيع أن نتظاهر نرفع السلاح وكل شيء يعني بغض النظر عن شكل شكل الاعتراض مهما كان سيقول لك لا يعني ما عادت تسوي ما عادت ما عادت تتحمل يعني لا يمكن حل الموضوع وصلنا إلى حالة من الكارثية لا يمكن الخلاص منها وينتهي الموضوع هم يريدون أن نوصل للناس بهذا الشكل لذلك يعني هذه القضية عندما يتحدثون الآن مثلا أخذ كمثال واحد بسيط الآن بالبرلمان كل النقاشات تجري بعض النقاشات تعديل الدستور ويوهمون الشعاب هذا كلام قديم تعديل الدستور لا الآن يتحدثون لي أن حكومة هذا برلمان جديد ودماء جديدة وشاب جاب هذا الكلام هذا الاستعراضي سنغير بالدستور وشكله لجنة برئاسة فلان وجيبه أعضاء كذبة كبيرة من يعود إلى آليات تغيير الدستور أو تعديل الدستور سيجد أن هذه العملية عقيمة وكذبة كبيرة لا يمكن تغيير هذا الدستور هذا طمغة إلا قوة تجي وتزيح هذا الدستور والشكل بسلة الزبالة هذه الحقيقة لا يمكن أن تغييره ويجيب ثلاث محافظات ترفض ومحافظتين ما أعرف كي تسوي ولك رادع ترضى والشيعة ترضى والسنة قام بلجقالة والتركمان وبالتالي العملية كذبة يريدون أن نبقى في دواما متاهة الشعب العراقي يدخل في متاهة وداخل هذه المتاهة يقدمون له عروض عروض كلامية أنه يعني بالشهر الفلاني سنستطيع أنه جبنا أبو شركة سيمس رح يسر لنا كهرباء ما عرفش مدري شنو وش رح يحفر لنا وبالتالي مثل ما قال الأخي الدكتور عبد الحميد الديون تتكاثر تتعاظم الأموار تسرق أكثر وإحنا كلنا شعب عراقي في هذه المتاهة ولا خروج يعني ماكو باب للخروج وبالتالي نصل إلى حالة من الياس أنه ما نقادرين نخرج من هذا هذا التهي هذا التهي علينا صعب جدا جدا ونستسلم لهذا الوضع الذي يريدونه وهذه كل قضية مظاهرات واجهها بالرصاص والقنابل والاعتقالات ستخرج المظاهرات مرة أخرى بماذا يواجهها أيضا بالرصاص والقنابل لكنهم يريدون حل نهائي الحل النهائي هو اليأس إيصال العراقي إلى اليأس الآن تغيير هذا التغيير التغيير ليس فيه أن تجيب وجوه مثل مقاتل سأتحدث ربما دكتور دار سمحت لي عن معنى التغيير الحقيقي لكن نتوقف عنده هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة حوار ابقوا معنا اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي تبحثوا في الوضع القادم في العراق بعد تشكيل الحكومة حكومة عادل عبد المهدي ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ومعنا من أمريكا السيدة باهرة الشيخ لي دكتور عبد الحميد العاني يعني على عكس الحكومات السابقة التي تشكلت كان هناك ثمة أمل يعني عند البعض أن هذه الحكومة قد تكون حكومة حكومة إصلاح حكومة حكومة اقتصاد تنمية حكومة إعمار حكومة أمن ثم التفائل عند البعض إلا هذه الحكومة المتفائلون بها وبمستقبلها يكاد يكون صفر مكعب لا متفائل لا متفائلين أبدا في هذه الحكومة يعني يبدو اليأس الذي تحدث عنه دكتور رافع أنه يريدون إيصال المجتمع إلى حالة اليأس يبدو أنه ثمة يأس من هذه الحكومة الآن بالكامل أن هذه الحكومة لا بسيط أمل فيها الأسباب كثيرة يعني من هذه الأسباب مثل ما ذكر دكتور عبدالقليل هذا البناء الفساد الذي هو التراكمي الحكومات السابقة ربما تستند على بنية تحتية نوع بنية تحتية أقصد بها بشرية وإقتصادية أما حينما تحل بهذه البنية التحتية البشرية والإقتصادية الفساد والنخر وكذا فالحكومة التي تأتي بعدها فتعتمد أو ستقوم بنائها على جرف هاوي كما يقال هنا هذه الحكومة أو تكوينة هذه الحكومة اليوم التي هي نقول عنها متغيرا التي هي ببعض الوجوه ربما أو تبادل بعض الأدوار هي لم تأتي بأي شيء جديد الحقيقة وجوه هامشية أما الوجوه الرئيسية الرئيسية ذاتها وهذه الهامشية هي مجرد غطاء أو نوع من القناع لهذه الأحزاب لممارسة ذات المنهج الفساد والنهب وغير ذلك هذه الوعود الكثير التي طيلت المدة الماضية التي حاولوا أن يضخوا بها إلى الشعب وإلى العالم كله وبما فيها ما أشار له الدكتور بأنه عدم تجريب المجرب كنوع من التخدير وإلقاء اللوم على الأشخاص لا على المنهج هذا كله الآن انهار أمام هذه الحقيقة حينما لم يأتي أي شيء جديد في هذه الحكومة بل كما قلت قبل قليل أنها ذات العملية يعني تجري حتى السيناريوهات الانتخابات ثم مماطلات ومناقشات وتدخلات خارجية لأجل المحاصصة ثم في آخر اللحظات تأتي ما يسمى بإعطاء الثقة وهذه إعطاء الثقة لهذه الوزارة أو تلك تأتي أيضا حكومة ناقصة لأنه إلى الآن لم تتم الاتفاق على كامل الكعكة وكما قلنا أنه لا يوجد شيء مما وعد به سابقا لا يعني هذه الآن الحكومة أو الوزراء أو هؤلاء الذين أعلن عنهم الآن والمرشحون حتى بالمناسبة الآن الذين ربما في الأيام الله لمن ولاؤهم هل هناك مشروع كما طبعا يدعى أن هناك مشروع حكومي ما هو هذا المشروع الحكومي طبعا نحن لا تحدث عن الخطاب الطويل والخيالي الذي خطب به رئيس الحكومة الجديدة لا نتكلم عن فعلا هل يوجد مشروع لا يوجد مشروع وعليه فهؤلاء جميعا لون ولاؤهم يعني الشعب اليوم يسأل هذا الوزير في هذا المكان أو هذا المكان بغض النظر عن لمن ولاؤه هنا هل لديه منهج ولاؤه للحزب الذي رشعه وهل قال تكنقراطي يا دكتور هذا هو كارثة الآن الكبرى والفاجعة الأكبر حينما وعده الشعب ووعد العالم بوجود التكنقراط أين هذا التكنقراط الذي وعد به طبعا هنا حينما نرى أن هذه الترشيحات بعيدة كل البعد عن هذا التكنقراط أنا أعتقد هذا فيه جانب إيجابي كيف إيجابي أن هذه الحكومات رغم 15 عاما إلى الآن لم تستطع أن ترشح أي كفاءة في هذه الحكومات الماضية ولا حتى اللعقة وهذا بمعنى أنها إلى الآن هي فقط تنظر إلى المدى القريب وهو كيف تنهب تنهب وكيف تسرق ولا تفكر كيف تبني وكيف تستمر وهذا الجانب الإيجابي في هذا الأمر يعني معنى أن لدينا الخزين طبعا في العراق لدينا خزين كبير من الكفاءات هذا الخزين الكبير من الكفاءات إلى الآن لا يزال يحافظ بلبسه وبمنع عن الانخراب في هذا الفساد رئيس الحكومة أيضا هو أيضا خلفيته التعليمية والأكاديمية هو أيضا اقتصادي لكنه مجرب وجرب بالفشل سيدة باهرة الشيخ اللي في كاليفونيا هل فعلا ستكون هذه الحكومة حكومة إصلاح اقتصادي ويعادة إعمار وتنمية وتحسين الخدمات كما يقال طبعا هنا التعويل أو هذا الكلام يقال تعويلا على الخلفية الأكاديمية لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي أنه من خلفية اقتصادية أستاذ العزيز هذا كل كلام وجربنا العادل عبد المهدي بالبداية وقال إن راح أجيب لكم كفاءة أقتصادية الوزراء ومطلعت كانت حكومة هزيرة كانت وأسماء الوزراء غير معروف أصلا وكلهم قرابة بين أخت أحمد وإلى هناك مشكلة بالصوت لول ما ينظر هناك مشكلة بالصوت الصوت يصل متقطع الصوت الصوت يتقطع من المصدر دكتور رافع الفلاحي هل يمكن التعويل فعلا على الخلفية الأكاديمية لرئيس الحكومة أنه خريج جامعة أو أنه شهدت اقتصادية خريج جامعة السوربون أو لا عرف في فرنسا وبالتالي ستكون هذه الحكومة حكومة اقتصادية حكومة اعمار حكومة تنمية حكومة استثمار حكومة خدمات خاصة وأنه الآن يعني كما يقال تجاوزنا البعد الأمني في الحكومة هل تم التعويل على هذا العنصر أن رئيس الحكومة من خلفية اقتصادية أكاديميا أو تعليميا لنفترض استاذ ماجد نفترض أن ما وعدوا به قالوا سنأتي بتقنقراط ومستقلين جاءوا بتقنقراط ومستقلين يعني سنغض النظر عن كل انتماءات هؤلاء ولمن ونقول أنهم جاءوا بالمستقلين والتقنقراط مثلما قالوا سنأتي بها والبعث قال لن نشارك إذا ما جابوا هذه الفئة وجابوهم ماشي طيب هل يستطيعون هؤلاء أن يعملوا شيئا في إطار مبني أساسا كل على المحاصصات والمساحات موزعة لأحزاب وقوى من مستوى وكيل وزارة ومدير عام وموظف صغير لحد الخفير اللي يوقف في باب الدائرة موزعة كحصص للأحزاب وكل هذه مستفيدة وتمول نفسها من هذه المساحات طبعا قيل رؤساء الكتل قالوا أننا أعطينا مطلق الحرية لرئيس الحكومة ليختار وزراء كيفما يشاء لا أكذبهم صادقين ماشي وجاء بمن يريده وجاب كفاءات وأفضل كفاءات لكن هذه الكفاءات لديها برنامج يجب أن يطبقه وهذا البرنامج مثل ما تعرف والكل يعرف أن هذا البرنامج ينزل للتنفيذ إلى الجهات الأقل من وكيل وزارة ووزارة وشعبها ودوائرها وينزل وبالتالي لكي يستفيد من المجتمع كل المؤسسات والدوائر هذه التي فيما يسمونها في الدولة وهي ليس الدولة هي مجرد شركة وعصابات تديرها إذا كانت كل هذه المؤسسات مملوكة بمساحات معينة لهذه الأحزاب وهذه القوى وإذا مصطدم هذا المشروع بما يمول هذه الأحزاب وهذه القوى يقطع من استحقاقاتهم اللي يعتبروها الآن حق واجب الآن صارت حق واجب بعد 15 سنة الآن عندما تقرأ تجد أنه الحضرة العباسية عندها رصيف ما عرف وين بدر عندها ثلاث أرصف مدري وين ما أدري منه عنده أمبو بين نفط مدري وين عنده شركة الطيران هذه كل حصصهم حصص هذه لا يتلاعبون بها ومثل ما قلت في البداية أنه هذه حتى تتمون نفسهم وبالتالي حتى يكونوا قادرين على خدمة مراجعهم الخارجية يقدمون ما مطلوب من عندهم من أجندات إذا كان هؤلاء لا ينفذون من يجبرهم على التنفيذ؟ رئيس الوزراء عدل عبد المهدي؟ يعني أي رئيس وزراء؟ بغض النظر عن الأسماء المستقل والذي يدعي الاستقلال ويدعي أنه تقنقراط سيجبر هؤلاء الأحزاب وهذه القوى المؤتلفة في هذا الإطار المحاصصي الذي يشجع على الفساد والخراب والطائفية والتهميش والسرقة والنهب والقتل والذبح وميليشيات تحرصه هذه الأحزاب تحرصها ميليشيات وهذه الميليشيات يجب أن تمول وكلها تمول منافعها من هذا طيب من سينفذ هذا إذا كان يتعارض مع تمويلهم كيف سينفذون؟ من سيستجيب لأمر يصدر من رئيس الوزراء إلى هذه الدوار إذا كانت الدوار بهذا الشكل؟ هم يعرفون هذه اللعبة وهو رئيس الوزراء علي يعرف هذه اللعبة يضع هؤلاء الوزراء يعطون برنامج لكن هذا البرنامج كله كذب لا يحد ينفي ذلك ما جرى لعبادي أقال فالح الفياض من ميليشي الحشد وأرجع وراء شهر بحكم محكمة نعم هذا يرجعنا إلى قضية مهمة هي الحديث عنها أنه عندما يتحدثون عن تغيير التغيير يجب أن نستهدف جوهر النظام وليس الأشخاص الأشخاص هؤلاء طبيعيا عندما تغير جوهر النظام هؤلاء الذين يعملون في هذا الإطار لن يستطعوا أن يعملوا في إطار آخر لأن عندما تأتي بتكنقراطهم أعرف منهم مثل ما يقولون في هذا الإطار لا يستطعون أن يضعوا خطط تنموية لأن هذه الخطط التنموية ستأكل من حصص هؤلاء وتفضحهم لا يستطعون أن يجعلوا في البلد عدالة لا يجعلوا قضاء نزيه لا يستطعون أن الدوائر تعمل بشكل منطقي والكل بعدالة والكل بحقوق والنفط محسوب وأن يذهب وأن يروح والأموال شلون تجي والمن تدفع والمصانع يجب أن تقوم والزراعة يجب أن تنر كيف هذا؟ هذه كذبة كبيرة ولمن نستورده لمن يعني هل نستطيع أن نمنع استيرادات إيران؟ استيراداتنا من إيران من البصار إلى السيارة هل نستطيع أن نمنعها؟ ونوقف هذا الشريان الذي يغذي المشروع الإيراني ويغذي الميليشيات ويغذي مشروعها ويغذي ساترها؟ كذبة كبيرة محاولة يعني أشبه بمجرد عبث يحاولون أن يقنع الشعاب أن ليس لدينا إلا هذا العبث عليكم أن تقنعوا به وتصلوا إلى حالة من اليأس وتستسلموا إذا هذا الذي سميته العبث أو العجز أو الفشل في التشكيل الحكومي الذي سيسير على سكة الفشل ذاتها منذ 2003 إلى اليوم في الجانب الآخر في الصورة الأخرى هناك سخط شعبي يتنامى هناك نقمة شعبية تتفجر بين الحين والأخرى في تظاهرات واعتصامات وما إلى ذلك يعني هذه الحكومة في المرحلة القادمة كيف ستتعاطى مع هذا السخط الشعبي المتنامي يعني الآن يأس بالكامل عند الرأي العام في العراق من عملية الإصلاح وواضح أنه لن يسقط على ما يجري في الجانب الحكومي كيف ستتعاطى مع هذا الانفجار فقط نوه إلى أننا فقدنا الاتصال بالكامل مع سيدة باهرة الشيخ لي الكاتبة والباحثة السياسية من كاليفورنيا في الولايات المتحدة على كل شكرا لها على هذه المشاركة يعني معنا نعم دكتور بحميد يعني حقيقة الآن مقدمات أو قبيلة حدوث هذه تشكيل هذه الحكومة حدثت رأينا كيف كان هناك السخط الشعبي المتصاعد والمتزايد الذي كانت من آثار هذا السخط أمرين أو قضيتين بارزتين لا يمكن إنكارها وهما المقاطعة الكبيرة والمقاطعة ليست كنا سابقا مقاطعة مقصودة يعني كانت بإرادة يعني قصد المقاطعة وليس لم يكن هناك إهمالا أو تمنعا فقط لأجل التمنع الأمر الثاني الأثر الثاني وهي المظاهرات الكبيرة التي شهدتها جنوب العراق والذي رافق هذه المظاهرات هو إسقاط أصنام وتجاوز وتخطي حدود وخطوط حمراء كانت سابقا موجودة دللت على حجم الوعي الكبير لدى أبناء الشعب العراقي وتحميل المسؤولية هنا هذا التزايد وهذا السخط المتصاعد سيزيد منه استمرار هذه الحكومات في فشلها وعدم تعاملها تعاملا صحيحا مع الشعب العراقي مع حاجات الشعب العراقي الضرورية وتقديم شيء دكتور يعني الحقيقة هناك متفائلون من مناهضي من رافضي هذا المشروع مشروع الاحتلال والعملية السياسية أن هذه ربما آخر حكومة ضمن هذا المشروع ثمت مؤشرات لأنه يعني ما هو الأشياء التي تستطيع مقومات استمرارها ليس لديها اليوم مقومات استمرار يعني المقوم الاقتصادي بدأ يضعف ويتآكل ولا يمكن أن تبني على يعني البنية السابقة كما قلت علىها بدأت تنهار جدا الأمر الآخر تزايد هذه الكرة الكرة الوعي نسميها لدى أبناء الشعب العراقي لأنه دائما كانوا يعولون على أمر مهم هذه الحكومات جميعا ومن أعانها وبالمناسبة نحن دائما نقول أن هذا المشروع له مساندون مساندون من الداخل ومن الخارج مساندة دينية وسياسية وعشائرية والمساندة الإيرانية هذه لا تنسى لذا الشعب العراقي اليوم بوعيه أدرك هؤلاء المساندين وتجاوز الخطوط الحمراء حينما بدأ يحملهم المسؤولية ويشخصهم بالاسم وإبعاد أي قدسية لهؤلاء هذا الوعي أو جزء من هذا الوعي بدأ يتزايد في تجاوز التخويف لأن هذا المشروع كله بجميع الأدوات كان يراهن ولا يزال يراهن على قضية القوة بالحديد والنار ويخوف الشعب العراقي بأنه لا بديل مثل ما قال الدكتور يريد تدجين الشعب أنه أمام الشعب العراقي لا يوجد بديل إما أن تقبلوا بهذا السيء وإلا البديل الآخر هو الأسوأ ولذلك عليكم أن تقبلوا بهذا البديل لأنه إذا لم إذا اعترضتم على هذا فلا بديل له إلا الأسوأ منه فستذهبون إلى كوارث وإلى غيرك والحقيقة أن الشعب العراقي اليوم بدأنا نسمع من الشارع بعيدا عن النخب يعني الشارع العراقي اليوم بدأ يفرز نخب جديدة نخب واعية تتحدث على أنه البديل ليس بديل وإنما بدائل فالبديل هو الذي يصنعه الشعب وليس هناك البديل الذي يرسم له من الخارج يعني ليس بالضرورة أنه أنا أقبل بهذا القالب الذي جاءني به المحتل الأمريكي بالتعاون مع المحتل الإيراني وإنما أنا يجب أن أصنع أنا البديل فالشعب العراقي بيديه الكلمة وهذا ليس يعني خطابا من عندنا أو يعني توقعا وإنما هذا نسمعه من أبناء الشعب العراقي بين الحين والآخر وبصوت تزداد وتيرته ارتفاعا هذه الوتيرة بالارتفاع تقابلها انحدار في المستوى والأداء الحكومي والفساد وغيرها من هنا تأتي يأتي التفاؤل بأنه التغيير القادم ربما سيكون ولكن سيكون قوي وربما سيجرف هذه الكتل السياسية التي تحكمت في البلاد طيلة السنوات الماضية الدكتور رافع في الدقائق الأخيرة هذا الغليان الشعبي الكبير يقابله هذا الفشل المتراكم للمشروع السياسي المدعوم إقليميا ودوليا هل تتوقع في المرحلة القادمة أن يكون هناك تفاهم دولي للوضع في العراق وتجري عملية إعادة نظر في هذا المشروع الذي يعني يجرى الخراب على البلد وربما أيضا يفتح أبواب الجحيم حتى على المنطقة المضطربة أصلا أبدا فيما يخص الوضع الدولي والوضع الأقليمي لاهن على العراق ليس في باله حتى الدخول في هذه القضية يعتقدون أن قضية العراق وضعت على الرف وهي أخطر قضية وهم واهمين في هذا لأنه يعني النيران ستصل إليهم وصلت وستصل أكثر الحقيقة لكن تعويل على عامل خارجي أو إقليمي للتغيير بالعراق ليس واردا التغيير إذا ما حدث حتى وإن كان الحراك الشعبي ذهب باتجاهات خطيرة في المرحلة القادمة تصاعد نعم هنا سيكون هناك تغيير خارجي عندما يتحرك الداخل سيجبر الخارج على التعاطي معه وكما جرى في الاعتصامات كناك هناك حراك دولي هذا واقع هذا واقع هذا واقع هم يعني هذا العالم كله يشتغل بهذه القضية عندما يكون هناك حراك عندما يكون هناك موجات عالية سيفطرون بالخارج للتعاطي معها ومساندتها ربما وربما لتبنيه حتى لهذه الدرجة لكي لا يخسروا على الأقل لا يخسروا مواقعهم لا يخسروا مكاسبهم على الأقل لكي لا يخسروا المشروع يعتقدون فبالتالي لكن في هذا الحال غير وارد الآن خارجياً أقليمياً دولياً أقليمياً أن ينتبه تنتبه العالم لأن في العراق مشكلة كبيرة حتى على المستوى الخليجي المستوى القريب من العراق الآن لاهين والنيران دخلت مخادعهم وهي قادمة من العراق وشاهدوا لكن أعرف يعتقدون الآن لحد الآن هم في صمت مطبق يساندون ربما البعض منهم كثير يساندون هذه العملية يعتقدون أن ربما اسكات أو السكون أو الاستقرار بهذه الطريقة على أي حال من الأحوال سيجنبهم مشاكل معينة ربما المستقبل القريب قد يجيب على مثل هذه التساؤلات أو يفصح عن مواقف نعم ربما دعني أقول فقط أحد الحلول التي وحدهم تحدث فيها قالوا أن المشاكل ستأتي من العراق قال سنبني سياجا بيننا وبين العراق وكأنه إذا بنى سياج الفكر والميليشيات وهذا الضغط وهذا الأذى لن يصله وهو بنى سياج وخلص هذه القضية مجرد سياجا أشكرك دكتور رافع شكرا لدكتور عبد الحميد العاني أيضا مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين وشكرا أيضا لسيدة باهرة الشيخ لي كانت معنا من أمريكا وطبعا انقطع الاتصال بها شكرا لها على كل حال في شاركتنا في هذه الحلقة التي ناقشت الوضع المتوقع والمتصور للعراق بعد التشكيل الحكومي الجديد نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليسمعنا خلاصة نقاش هذه الحلقة اشتركوا في القناة دكتور قوة العملية السياسية واضح أنهم في برج عاجي عالي جدا الشعب يزداد غوصا في هذا القاع هم في واد الشعب في واد لمصلحة من هذه المسافة الكبيرة التي كانت وازدادت لمصلحة من رفض هذا المشروع وتصدى له وناصبه العداء أم لمصلحة قوة العملية السياسية أنها في غنى عن هذه الضجة وهذه الشكوى وهذا التدمر الشعبي لا بالتأكيد هؤلاء سيخسرون لأنه بالتالي الشعب له طاقة من الصبر وطاقة من الاحتمال يعني هم يحاولون الآن الضغط على الشعب بكل قوة لكي يمرروا هذا المنهاج ونصل إلى حالة التيئيس لكن هذه لن تمر الحقيقة الآن الشعب ينظر إلى كل هذه القوى لا يمكن هذه أدوات والأدوات أقصد بها الأحزاب كل قوىها الأحزاب والإطار العملية السياسية التي خربت البلد يمكن أن تبني هذه لا يمكن أدوات الخراب لا يمكن أن تكون أدوات للبناء هذه كذبة كبيرة فبالتالي الشعب عليه أن يستجمع وأعتقد أنه سيستجمع قوى يعني عندما تحدث أخي الدكتور عبد الحميد وقال هذا خطابا هذا ليس خطابا عاطفيا هذا خطابا عقليا عندما قال أنه الشعب يخلق قياداته مبني على وقاء ومقرف وقاء هذا خطاب عقلي ومحسوب بدقة هذا ليس خطابا عاطفيا فبالتالي هذه القوى الشعبية قادرة بموجاتها الصغيرة أن تكون الموجة الكبيرة والموجة الكبيرة القادمة مهما حاولوا هؤلاء يخسرون في كل يوم يعتقدون أنهم يربحون لكنهم يخسرون والخسارة خسارتهم ربحاً في سلة الشعب الشعب سيستطيع أن يبني هذه الموجة الكبيرة التي تزيحهم وبالتالي سيقنع أن العملية السياسية هذه هي العلة وهي الأساس وهي الخراب للبلد وليس الشخص وأن غيرت الشخص أو العنامين شكراً دكتور لنتك في الأسبوع القادم شكراً جزيلاً اشتركوا في القناة